موسيقى مساء الخير على حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الميديا النهاردة حلقة مهمة أوي أوي كالعادة دايماً بيكون عندنا أخبار مختلفة عالمياً ومحلياً وبالتحديد أخبار النادي الأهلي والاستعادات كمان لمباراة غاية في الأهمية غداً أمام فريق في دور الستاشر من طول الكاس مصر إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة لكن في الحقيقة عندنا كلام كتير قوي قوي عايزين نتكلم فيه متعليق أكتر وأكتر عايزين نعلق عليه بالتحديد في الأخبار الساحة الرياضية في شكل عام وبالتحديد اللي بيخص النادي الأهلي خلال الساعات اللي فاتت حيكون عندنا تعليق مهمة قوي بس نروح نشوف أهم وأبرز العالمين يلا بينا الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميتز الأهلي يعسكر اليوم في الأسكندرية والشناوي جاهز للمواجهة الأهلي يعلن الطوارئ ويحشد أسلحته لمواجهة بيراميتز لسارتي يحفظ اللعابين خطة الفوز على بيراميتز ومهام خاصة للمدافعين جهات جريشا حكما لمباراة الأهلي وبيراميتز اتحاد القرى يطالب الشركة الرعية بتحديد مكان سوفر الأهلي والزمالك منتخب ناشئي اليد يواجه البرتغال غدا في نصف نهائي كأس العالم طيب متنسوش الجزء الثاني من حلقة النهاردة حينوارنا ويشرفنا الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهورية ونتكلم معاه بتفاصيل مهمة جدا في كل الأخبار في الفترة الحالية سؤال حلقة اليوم متنسوش تتواصله معنا على صفحات قناة مباراة الأهلي المختلفة فيسبوك تويتر وإنستجرام وتوقعاتك لمباراة الأهلي وبيراميتز جدا يا رب يا رب إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المواجهة الصعبة طبعا هي مواجهة صعبة جدا فريق قوي فريق بيراميتز لكن انت أيضا فريق أقوى إن شاء الله بإذن الله تقدر تفوز في هذه المباراة قبل ما نتكلم بتفاصيل على مباراة الأهلي وبيراميتز موضوع مهمة أوه في الحقيقة الواحد علق عليه كثير جدا وحضراتك وكلوك أكيد تابعتوا كل الكلام ده يقول لك إيه؟ إيماليانو دياز عمل فولو لصفحة الأهلي الرسمية خبر موقع كبير موقع كبير أنا بحترمه جدا في الحقيقة من المواقع المميزة نزل خبر بكذا لك أن تتخيل إن الخبر إن واحد عمل فولو ومش أي واحد طبعا هو يعني مساعد رامون دياز المدير الفني المعروف اللي كان ماسك بيراميتز قبل كده اللي كان فيه انفوضات مع الزمالك وكلام من ذلك الراجل ابن دياز عمل فولو لحساب النادي الأهلي الدنيا قامت الدنيا قامت قال لك إلا الأهلي بيفوض برامون دياز ومعنى كده إن الراجل ده عمل فولو ويبقى خلاص كده رامون دياز حييجي وإن الأهلي متراكب مباراة الفريق مع بيراميتز ولو الأهلي خسر الإدارة حتماشي الأسارتي على طول وتجيب رامون دياز وكلام من ده وبعدين قال لك إيموحدث رامون دياز نفسه عمل فولو لنادي الأهلي طيب إيموشكلة يعني الجمعة عن النادي الأهلي كبير عادي جداً أي حد يعمل فولو لنادي الأهلي أو يتابع حسابات النادي الأهلي على السوشي ميديا عادي جداً يعني يعني أنا عايز أسأل سوي سين من الناس أي مدرب في الدنيا يعني سين من الناس تابع حساب النادي الأهلي أي حد تابع حساب النادي الأهلي معنى كده كمدرب يعني معنى كده إن هو هيمسك النادي الأهلي هل ده منطق يعني يعني لو جورديولا مثلا أو مرينيو عملوا فولوا لحساب النادي الأهلي كده هم حينجوا ويمسكوا النادي الأهلي كده بقى النادي الأهلي بيفوضهم كلام غير منطقة إطلاق طب الهدف من الكلام ده إيه؟ قبل مباراة مهمة زي مباراة بكرة مع بيرمز في بطولة مهمة تحدي خاص جدا الكلام ده يطلع الهدف منه إيه؟ الهدف منه أن أنت تأثر شوية تحاول تهز الفريق تهز الجهاز الفريق تدايق اللعبين مش تدايق اللعبين يعني تشتت تفكيره اللي هو إيه ده إحنا لو قصرنا النهار ده منك المدرب تاني ييجي فأنا مش مركز كده في المطشة أو مفروض أو المطلوب من جمهور النادي الأهلي العظيم والواعي جدا جدا لكل هذه الأمور إن إحنا ما ننجرش وراء هذه الأخبار أو وراء هذه الأمور الصبيرة لأن لما تنجر الحاجات دي أو تفكر في الكلام من ده أو تتداول هذه الأخبار وتتكلم فيها كثير وبعض يقول لك آه ماشي يا ريت وبعض يقول لك طب إزاي وما كل ده حيأثر على الخريق مش حاجة يعني الصبكة في الحقيقة يعني إن رامون ديازة عمل فولو أو ابنه إيمليانو ديازة عمل فولو للنادي الأهلي مش حاجة قوية حصلت يعني عادي أي حد يعمل موضوع غريب جدا بالنسبة لنا في الحقيقة لكن الأهم الأهم واللي بنأكد عليه ولازم نأكد عليه مستر مارتين لسارتي المدير الفاني لنادي الأهلي مستقر جدا مع الفريق ومكمل مشواره مع النادي الأهلي ومكمل أهدافه وتحدياته هتقول لي إيه ده يعني عمر ما رامون دياز ممكن ييجي لنادي الأهلي ممكن في يوم الأيام تلاقي عادي المدرب مطروح اسمه مدرب كويس بالنسبة واسمه بيتداول دايما في أي نادي بيرجب في التعاقد مع المدربين سواء هنا في مصر أو في السعودية أو في أي حتة في الدول العربية اسمه متداول لكن مش حقيقي خالص الكلام ده مش معنى كده أن الناس دي جاية تمسك النادي الأهلي لا خالص خالص الإدارة مقتنعة تماما تماما بمستر مارتين لسارتي والراجل مكمل مشواره مع النادي الأهلي طيب الواحد ممكن يقول لك إيه هل ممكن كده أن النادي الأهلي بيتربص بمستر لسارتي ومتركب نتيجته في الممارات البيرامد إطلاق خالص وارد طبعا إنت لو خسرت البطولة حيبقى في كلام يعني مش من الإدارة قصدي حيبقى كلام من الناس بيتكلموا إيه ده طب الراجل بخسر طبيعي ليه ما نظيروش طبيعي الطبيعي الطبيعي في الكرة المصرية الكرة المصرية بس على فكرة لأن أوروبا عند كلمبرت خسر أربعة من منشستر ناتيد ومكمل يعني فيه مشروع ماشي من خلاله النادي الأهلي ماشي من خلال مشروع المشروع بيتمثل في إيه طبعا إلفز بكل البطولات هو أهم هذه البطولات بطولة دوري أبطال أفريقيا طيب ما فيش تربص ولا تركب إطلاقا من إدارة النادي الأهلي ناتجة مبارات البيرامد ما فيش الكلام ده إحنا بنحسنه لحضراتك هون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ما فيش الكلام ده إطلاقا المسانده والدعم موجودين بشكل كامل متكامل من إدارة النادي الأهلي لمستر مارتيل لسارتي الجهاز الفني واللعابين دعا منهم بشكل فوق ما تتخيل من الآخر كده يعني ومقترعين جدا الناس دي لازم تكبر وبعدين أنا عايز أقول لها لحاجة برد لو كان فيه تفكير إننا كمسلا مجلس إدارة النادي الأهلي مثلا مثلا حد مجلس إدارة النادي الأهلي مثلا يفكر يقول لك إيه طيب ما هو لو خسر الماتش ده ممكن نغيره طيب ما إحنا لو إحنا في النادي الأهلي بنحاسب على مباراة طيب ما كان الأولى تغير أو كان ممكن تغير الرجل من قبل الموسم البتدي لكن مش من منطقي إطلاقا إن مدرب كان معك في فترة إعداد مميزة جدا في إسبانيا ويهي الصفقات كلها حصلت بالنسبة للنادي الأهلي من خلال رؤيته الفنية بتنسيق طبعا مع لجنة التخطيط للقرة وكامت المحمود وفطيب والكلام من ده كله هل من منطقي من أنت بعد كل ده تربط الراجل بمباراة أو تحدد مصيره من خلال مباراة هتبقى بكرة هل ده منطقي مفيش كلام ده خلص يعني مفيش كده في الكورة ممكن إحنا عندنا في مصر بمفكر كده شوية لكن الواقع لا الواقع مفيش كلام خالص الراجل مكمل نسرته مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما أعتقدش أن أي أهلاوي مثلا ممكن ما يكونش حابة بلاسارتي على فكرة أي مدير فني هتلاقي هتلاقي اللي بيحبوه واللي ما بيحبهوش عادي جدا مش مديرين فنيين بس أي شخصية في الدنيا تلاقي الناس بتحبك وناس بتكرهك الناس بتشيط بيك وناس بتشتمك عادي جدا هي الدنيا كده ما فيهش مشكلة لكن هل ده معناه إن ممكن نادي الأهلي يكون رابط مصير مستر مارتين لسارتي بمبرارة مش ده نادي الأهلي مش دي سياس نادي الأهلي خالص فبالتالي أخبار كلها في الحقيقة ما احترامنا لكل اللي كاتبها واللي اهتم بيها قوي كده بصراحة أخبار مالهاش قيمة كبيرة ما تفرقش بحاجة ومش هتقلل من معنوات اللعبين ولا الجهاز الفاني إطلاقا الكل مركز جهاز فاني اللعبين مركزين في هذه المبارة الجماهير أكيد بتدعى من نادي الأهلي لا تقللش إن فيه أي واحد من جمهوري نادي الأهلي يقول لك إيه طب الأهلي يخسر بقى المباردي عشان نخلص من المدير فقم فيش كلام ده يعني أكيد كل واحد من جمهوري نادي الأهلي عايز الأهلي يكسب بكرة وبإذن الله الأهلي حيكسب بكرة إن شاء الله بإذن الله واحد أحد الأهلي حيفوز في مباراة مباراة غاية في الأهمية ومهمة جدا إن شاء الله تكسبها واتكمل مشارك في بطولكاس مصر من أهدافك المهم أن أنت تفوز بالسنائية السندي وبعد كده بطول الدوري أبطال أفريقيا والمطالات الجديدة المحلية فبالتالي موضوع محسوب مثل مارتين لسارتي متكمل مسيرته مع النادي الأهلي ومش معنى أن أي حد عمل متابعة لحساب نادي عظيم وكبير جدا زي نادي الأهلي يبقى أنه جاي في النادي الأهلي مش هيبقى مصر يعني لو لعب مثلا عمل فولو للنادي الأهلي كده هنجيبه مش منطق خاص فإحنا حبينا بس نرد على هذه الأخبار وحبينا نعرف حضراتكم التفكير ماشي إزاي وحبينا نقول لحضراتكم أنه لازم يكون في مؤذرة ودعم بشكل كامل لفريق النادي الأهلي في مباراة الغد ونركز التشكيل حيبقى إيه اللعبة حيعمله إيه إن شاء الله مدير الفني يكون كويس يقرأ مباراة كويس كل ده اللي احنا منتظرينه بإذن الله من النادي الأهلي بكرة ما تلتفتوش إطلاقا ليه مثل هذه الأخبار جزئية كانت مهمة في الحقيقة لكن لما نيجي نتكلم بقى على المباراة فنيا ونحن نتكلم فنيا لكن احنا منقول المعطيات اللي قبل المباراة الدايمة مباراة تييلة قوية جدا من أقوال في الإتن في مصري آه فيراميد سفريق كال جاب لعيبة كويسة جدا آه استغنى عن البعض آه المميز لكن أيضا جاب لعيبة من أحسن لعيبين في مصر عندك جون أنتوي جابه عندك إسلام عيسى لعيب مميز جدا لعيبة من مصري آه عندك عدة كبيرة تواجد عبدالله السعيد تواجد مين تاني إيريك تراوري ما شاء الله علي إيريك تراوري ده لعيب ما شاء الله علي عندك دونجا لعيب دولي عندك علي جابري لعيب دولي أحمد أيمن منصور أحمد الشناوي لا فرقة كاملة فرقة متكاملة آه آه بكار رجب بكار لا فرقة كويسة جدا فالمباراة قوية الاستعداد لها قوي جدا آه مهمة قوي أن أنت تتخطى عقب البيرميز إن شاء الله الموضوع ما دوش علاقة بسقر ولا حاجة أن أنت بتسقر من البيرميز لا هي مباراة كرة قدم مطلوب منك دايما كنادي أهلي إنك تكسب أي مباراة وهو ده مطلوب ما فيش طلبات أخرى اكسب إن شاء الله بإذن الله أن هذه الأهلي يكون موفق في مباراة اللغة استعدادة مستمرة للنادي الأهلي النهاردة التدريبات بالنسبة للفريق وبعديها مباشرة التدريب تدسع خمسة بتحديد بعد ما يخص المران إن شاء الله مباشرة النادي الأهلي فريق كله حي توجه للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي في مدينة برج العرب بمقر هناك مقر الإقامة الخاص بالنادي الأهلي وتستعد بعض المساعة لهذه المباراة أكيد هيكون في قائمة هيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المران اليوم الأمور ماشية كلها بشكل جيد عندك بعض اللاعبين بيعودوا مميزين جدا محمد الشناوي بيعود وليد سليمان بيعود حتى لو وليد ممكن ما يشتركش أساسي لسه مشاعكين برضو يكون لها أمور متروقة للجهاز الفني لكن أيضا محمد الشناوي إضافة قوية عودتهم مؤثرة لكن هي مؤثرة بشكل إيجابي طبعا بس لو هما مش جاهزين 100% النادي الأهلي مش هيتأثر لأن النادي الأهلي في مبارات بكرة أمام بيرمز ويكون خطوة جيدة في مشوار كاس مصر بإذن الله عايزين طبعا نبارك المنتخب الناشئين لكرة اليد فوزوا مبارح على أيسلندا وتأهلوا لدور نصف النهائي ممتود كاس العالم وحيقابل بورتغال بكرة إن شاء الله مباراة قوية جدا نتمنى أن هما يوصلوا للنهائي هما في الحياة حتى الآن عملوا إنجاز كبير جدا زي منتخب الشباب اللي خاد البرونزية في كاس العالم إن شاء الله منتخب الناشئين نتمنى له جدا جدا أنه يفوز بالبطولة كمان ليه لا عندنا إن كان وفي الحقيقة عايزين يشيد كل الإشادة باتحاد المصري لكرة اليد الناس بتشتغل بيشتغل عندهم خريطة معينة ماشيين من خلالها عارفين بيعملوا ايه الأساس القعدة الناشئين والشباب دول اللي حيبنوا الفريق أو المنتخب الأول لمصر لكرة اليد اللي حيشارك في كاس العالم اللي حتكون عندنا هنا في مصر في عشرين واحد وعشرين فالواضح إن فيه خطة معينة ماشيين من خلالها بشكل مميز جدا فكل التحية والتقدير الاتحاد المصري لكرة اليد وكل التحية والتقدير لمنتخب الشباب اللي فاس خلاص بالبرونزية إنجاز كبير وكل التمانيات لمنتخب الناشئين بإذن الله أنه يجيب لنا المدالية الزهبية لو جاب البرونزية أو الفضية أو تلعي الرابع على قدر الله يعني برضو إنجاز يعني بدو شكرهم شكرا جزيلا طيب عندنا تعليق كتير جدا على الأخبار بالتالي خلالنا نروح نشوف أهم الأخبار اللي كتبت على نادي الأهل في الصحف يلا بينا الأخبار المسائي الأهل يحشد أسلحته الفريق يتأهب لعبور بيرامدز والشناوي جاهز لحماية عرين الأحمر المسا الأهل يعلن الطوارئ لموقعة بيرامدز الخطيب يحضر المران الأخير لتحفيز اللاعبين على الفوز لسارتي ركزة في تدريباته على كرات العرضية واهتمام خاص بأزارة الخطيب يحفز اللاعبين بالمكافآت لحصد السنائية الأهل يحشد القوة الضاربة لموقعة بيرامدز ويؤكد جاهزية معلول وربيعة الجمهورية الأهل جاهز لبيرامدز وكيد محمود اليوم السابع لسارتي يحفز لعبي الأهلي خطة الثقر من بيرامدز في الكأس فيفا والجبلية ينعشان الخزينة الحمراء بـ 2 مليون جنيه ودراسة عروض باسم وشام ومارسلو الأهرام فحصات طبية لمؤمن ذكرية في ألمانيا والاعتزال يطارده معسكر سكندري للأهل استعدادا لبيرامدز وتحفز على تعديل عقد الشناوي هنعلق علينا الدستور الأهلي وعسكر بالأسكندرية استعدادا لمواجهة بيرامدز وتكاليف أو تكليف رباق الدفاع بإيقاف أنطوي وعبد الله السعيد الشروق أحمد فتحي يستفسر من لسارتي عن أسباب عدم مشاركته مع الأهلي اللعب مستاء من الاستبعاد ويدرس الرحيل في يناير والجهاز الفاني يستكر على قيد ندفيد وسعد هنعلق برضو على الخبر روزل يوسف الأهلي وبيرامدز سراع البشاوت طيب في الحقيقة أخبار كلها يعني معظمها عشان نكون منطقين يعني مش حقيقية ولازم هنعلق عليها بس أمل أن نعلق على هذه الأخبار خلينا سريعا نشوف أخبار النادي الأهلي إيه وتدريب الفريق الأخير قبل الصفر للإسكندرية فبالتالي ناخد على الهاتف زميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي يا شريف مساء الخير عليك يا شريف زميل أمير تحيتي ليك وتحيتي لكل مشاهدي فعض هذي بقى في كل مكان وفي صنف وانت طيب يا شريف إيه الأخبار عندك طب مننا هل يقول لك التمرين النهاردة كان في الخامسة مساء وإمكان استمر قرابة الساعة والربع إمكان انتهى منذ قليل من ثلاثة أربع داي كان انتهى التمرين خفيف قبل طبعا المباراة في الثامنة مساء غاد المدى الآن يمكن بدأ التمرين بمحاضرة في وسط المرع من مصر لسارتي وبقط جهاز مدير الكورة كالتنساد عبدالحبيز عن مباراة الغد عن تنفيذ تعليمات مصر لسارتي علشان يفوزوا في مباراة الغد بعد هذه المحاضرة كانت في دوائر للعبين ثم تمرين طائرة خفيفة علشان خاطر الراجل نجل بالحمل عشان خاطر مباراة بكرة وكان اختتم بالتمرين التفتك الفولات وثربات جزاء للعبين اللي هشارك بكرة في مباراة الغد في حراس المرمى النهار دا في شرط ضربات الجزاء الشناوي اللي بيع النجازات وللقاء وطبعا وعلي لفظ أيضا جريد وكان نجل نجل في هذه التمرين عن الثانب الآخر التأهيل مستمري لمحمد محمود وشاعد شمير يجروا عملية التأهيل في شريف إخرامي أيضا في مرحلة التأهيل وبتسلم بحوالي أعلم شعر بعذن الله يكون محمد محمود وشاعد شمير في التمرين بشفة من الزاغ والفراش أحمد طارق ومستقى شغير تمرين قوي جدا مع الكبس طارق السليمان بطمنا بطمنا جميع ناجي العلي مستبع شركي وبوق الجهاز يستيبين حاجر الزروف يتلم في كل كبيرة وصغيرة ونعرض في التكتف للطولات للضربات للضربات الرقمية للضربات الجذاء رجل حريس يتكلم أول بأول معنا الفريق عشان بكرة يتهار وشيء جيد على فريق طيب معنويا طمنا على الفريق معنويا يا شريف قبل المبارة مهمة وحاسمة زي دي مبارة قوية جدا مع بطالي عايزة طامن على المعنويات شوية وعايزة مصبوط بشكل بشكل قوي جدا وبيعانوا جهازيتهم لمباراة الغد وبطمنك وزارين بشكل قوي شكل مطمئن وغذن اللي أخذ الساعة بكرة يكون فيه وقوة تعلقه النظر للإستقرار الثاني اللي بيعشوه فيه الفترة الأخيرة والانسجام اللي قابل في الفترة الأخيرة وبطمنك وبطمن كل كماهير الأجهازين المباراة 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 إن شاء الله القايمة لسه يا شريف القايمة هتتعلن أن حوالي تفلت ثلاثة ساعة على ربع وبعدك دوات هيتفروا اللي بورد العرب لمباراة لسه أحد الفناتق القاورة لي الأستاذ فإذن الله دعواتنا يوصله السلامة وبكرة مباراة والعروع والأدمن يختتم بالفوز الأهلي في هذه اللحظات استعداد من المباراة الهمة جدا جدا مباراة بيرامد بإذن الله ما فيش أي حاجة هتأثر على أهداف النادي الأهلي ما فيش أي حاجة هتحاول من خلالها أو يحاول من خلالها البعض إن هو يشتت أذهان العلي كله بالنادي الأهلي عارف هدفه ودوره كويس جدا من خلال هذه المهام والأهداف اللي كل واحد عارفها بشكل مميز إن شاء الله إن شاء الله هيحقق المطلوب لكل جمهير النادي الأهلي اللي أكيد في ظهر النادي الأهلي دايما نعلق بها على الأخبار في الصحف نبتدي بمين نبتدي بالأخبار المسائية الأخبار المسائية بيقول بيقول الأهلي يحشد أسلحته الفريق يتأهب لعبور بيرامد والشيناوي جاهز لحماية عارين الأحمر طبعا فيه تأهب وفيه استعداد قوي جدا للمورد بيرامد هذا شيء مفروغ منه يعني ما فيهوش نتقاش أسلحة النادي الأهلي في الحقيقة الأسلحة بتكمن في إيه في كل العناصر بتاعتك أي عنصر عندك في النادي الأهلي هو سلاح بالنسبة لك فبالتالي شيء كويس قوي قوي إن أنت عندك القايمة ما شاء الله كلهم كل اللي عابين جاهزين ما فيش حد بيعاني من إصابات حتى اللي كانوا مصابين رجعوا ما فيش غير سعد سمير ومحمد محمود وكلمة ندبذ هما اللي بعيد شوية لكن القايمة اللي انت مختارها كده كده كلهم ما شاء الله جاهزين فبالتالي الأسلحة بتاعتك كلها متوفرة بشكل مميز وبإذن الله يكونوا موفقين دي أهم حاجة في الفوز في المبارات بكرة لأن خلي بالك برضو ساعات يعني بعض الأوقات بتعمل كل حاجة في الكرة ما تبقاش موفق لكن إن شاء الله التوفيق يكون حليك النادي الأهلي في مبارات الغد وبرضو النادي الأهلي يعمل كل حاجة في الكرة أداء ونتيجة بإذن الله متفقليمنا جدا جدا ومسندين جدا جدا للنادي الأهلي نروح لخبر آخر أو نكمل لخبرنا الأهلي يتأهب لعبور قلنا الشناوي بقى جاهز لحماية تعالين اللي أحمر الشناوي خلاص جاهز وربما ربما يكون الشناوي هو الحارس الأساسي للنادي الأهلي غدا كانوا في فترة فاتت يعني مجهد بشكل كبير تم تجهيزه بشكل مميز لمبارات الغد إن شاء الله بنسبة كبيرة هو الشناوي اللي هيحرس مرمى النادي الأهلي رغم ما شاء الله برضو قوة علي لطفي وفنيا حرس مميز جدا في الحقيقة أي حد هيكون موجود إن شاء الله هيقدي المطلوب نروح للمساء الأهلي يعلن التوارئ لموقعة بيرامدز الخطيب بيحضر المران الأخير لتحفيز اللاعبين على الفوز لصارت يركز في تدريباته على الكرات العرضية واهتمام خاص بأذاره حعل على حتتين بس أو كلمتين كده صغيرين الخطيب بيحضر المران وده دفع معناوي مهم جدا لما قيمة جبيرة زي كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيحضر المباراة وبيحضر المران بالتحديد يعني بيشد من أذر اللاعبي النادي الأهلي قبل المباراة شيء مطلوب معناوي مطلوب جدا جدا يعني ودايما كابتل محمود الخطيب بيبقى متواجد في متابعة التدريبات والحديث الدائم مع اللاعبين والاهتمام اللي بينقلوا من قبل المسؤولين اهتمام طبيعي جدا المسؤولين على النادي الأهلي بالفريق الأول فطبعا مؤذرة معناوية مهمة جدا قبل المباراة اهتمام خاص بوليد أزارو وليد أزارو يعود للتقلق من خلال مباراة اطلع بره هتقول لي فريق سهل اهو اطلع بره يعني جاب جنين ايه المشكلة انتم مضخمين الموضوع لي لا معنويا الجنين دول هيفرقوا معاه يجبوا له سكة اكتر فبالتالي يقدر ان هو يتقلق بشكل اكبر و اكبر خلال المباراة الجاية فما تقللش خالص من قيمة الجنين اللي جابهم وليد أزارو بفريق اطلع بره لا ان شاء الله دي بداية لعودة وليد أزارو بتاع اول سنة مع النادي الاهلي اول موسيب نيم مع النادي الاهلي كان هدف الدوري 18 هدف فلعب برضو عنده امكانيات مميزة جدا في الحقيقة قزم التضييع للفرص دي ان شاء الله هتم التعامل معها ووضح ان فيه اهتمام كبير بين الجهاز الفني بوليد أزارو في هذه الجزئية بالتحديد نروح للوفد الاهلي حشد الكوات ضربة لما وقعت بيراميدز ويأكد جهازات معلول والربيعة جهازات معلول والربيعة دي خلاص يتأكدنا منها من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان الخطيب يحفز اللاعبين من المكافئات لحصد السنائية المكافئات مش هتكون من خلال المباراة اللي جاية دي بس يعني هي مكافئة بالنسبة للبندي الاهلي او للعابين تبقى من خلال فوز بالبطولة دايما انت اي مركز هتاخده غير المركز الاول او تخرج من اي بطولة من ادوار اقصائية انت بحققتش حاجة خالص فحيبقى اكيد في مكافئات لما تكسب البطولة وتجيبها الجمهور النادي الاهلي فده امر طبيعي طيب الجمهورية الاهلي جاهز لبيراميدز وقيد محمود جهازات الاهلي بيراميدز خلاص كلامنا فيها لكن كيد محمود ومقصدهم اكيد على محمد محمود النادي الاهلي بيتبقى في قيمته اربع اماكن فارغة الاختيار ما بين مين مثلا او كلام دايما على مين سعد سمير محمد محمود مين تاني في مين تاني في اكتر من لاعب فكريم ندبت احمد حمدي يعني بعض الاسماء الكتير شام محمد كلام كتير في البعض ان خلاص الملف التاحهم بقى مع مدير التعقدات يعني بيسمع للعروض التي تيجي اللعبة دي خد خلاص الدوق الاخدر بخصوص هؤلاء اللعبين في السماع لبعض العروض اللي بتجيلهم وفي البعض الاخر بيتم المفضلة لكن خلينا اقول لحضرتكم الموضوع بسيط جدا اقرب اثنين للقيد في قيمة النادي الاهلي اثنين من الاربعة اقرب اثنين ساعة سامير ومحمد محمود يعني الموضوع النسبة كبيرة هما الاقرب ساعة سامير خاص بيعود للتدبات بشكل طبيعي وقيمة والعيب مميز محمد محمود العيب منتظر جدا الناس كلها منتظر رائع محمد محمود العيب كبير اصابة عطالت فدول اقرب اثنين احبين نقول اقرب اثنين تمام ركز اقرب اثنين لكن هتقول لي ابو كريم ندفد ما كريم ندفد ازاي هقول لك ان كريم ندفد لسه الاصابة تحت انطول شوية مش عارفين التفكير في الجهاز الفاني هيكون ازاي هلا ايد كريم ندفد دلوقتي ولا استنى شهر يناير واستفاد بالمكان ده ده كل ده هيتاضح امتا لما كريم ندفد يرجع من المانيا وبالتقرير بتاعه التقرير طبي ونعرف موعد عودة كريم ندفد بتقول ان لو صارت يحفز لعبي الاهلي خطة السقر من في الكأس مش سقر ولا حاجة اه بيراميدز طبعا تفاقع نادي الاهلي في المطشين في الدوري او من الاخر كذبوا الاهلي مطشين لكن في الاخر حتى لما كذبوا الاهلي مطشين من اللي خد الدوري الاهلي رغم ان احنا ما نتمناش طبعا ان الاهلي يخسر مطشين يعني ما كناش حابين كده اكيد اهم طبعا مبارات بكرة تكسب ان شاء الله بإذن الى بيراميدز من فوش موضوع السقر ولا حاجة انت بتكسب عشان تحقق هدفك هدفك مش تتخطى بس بيراميدز هدفك انك تفوز بالبطول فمش سقر ولا حاجة يعني ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكون موفق في مبارات الفيفا والجبلية وانشان الخزين الحمراء بثنين مليون جنيه ودراسة عروض باسي مهشام اتحول لمدير التعقدات امير توفيق في النادي الاهلي عشان يسمع العروض وبعد ما يسمع العروض يشوفوا الانسب ايه هنطلع فلان فلانية ده عارة هنبيعه طب المقابل هيبقى ايه الامور هتمشي ازاي البنود التعقدية كل دي امور بتاخد وقت شوية من الاخر يعني بتاخد وقت وهنعرف كل الجديد الخاص بي مستبعدي النادي الاهلي مبارح على فكرة احنا قلنا اسمائي ملفه مع امير توفيق وقلنا هشام محمد ولاعب اخر هفتكروا مع حضراتكم طيب نروح للاهرام ومؤمن ذاكرية طبعا قلنا نبارح ورس الاهرام بقى العنوان ده مهم او فحصات طبية لمؤمن ذاكرية في المانيا والاعتزال يطاردوا معسكر سكندري الاهلي استعدادة من بيرنس تحفظ على تعديل عقد الشناوي احنا موضوع الاستعداد لبيرنس ده خلاص تكلمنا في كتير لكن هناخد الجزء الاول من العنوان فحصات طبية لمؤمن ذاكرية نبارح وقلنا لحركة من خلاص مؤمن ذاكرية مسافر المانيا وحيبقى فيه فحصات طبية ليه شوفوا الاصابة طيب العلاج هيكون ايه انه دي الاهلي مهتم جدا بعلاج مؤمن ذاكرية ومش حيقايده في ارقايمة لانه مش هستفد به لانه قدامه 3-4 شهور فعايده ليه فبالتالي مع ذلك المؤمن هيسافر المانيا وانه نعرف حالته بالظبط هتكون عبارة عن ايه والامور هتمشي ازاي لانه تزال يطارده ده يعني انت بتهبط من معنويات اللاعب مو من ذاكرية قيمة كبيرة ولاعيب كبير مع النادي للأهلي وجاب ألقاب للفريق واهداف كتير للفريق ليه ليه بنحاول نهبط من معنويات البعض خصوصا في ظروف صعبة زيه ما بقى لك بقى المكتوب في متن الخبر متن الخبر بيقولك ايه هو اللي كاتب الخبر بالمناسبة يعني الصديق العزيز هو صديق عزيزه خباص كمان كاتب ايه ان مؤمن ذاكرية في معسكر أسلطانيا النادي الأهلي خلى دكتور هناك في أسلطانيا يكشف عليه لانه ممكن يكون عنده ايه مشكلة في الأعصاب دكتور أعصاب هو الكشف على مؤمن ذاكرية فحيخله دكتور أعصاب تاني في ألمانيا طب انت حضرتك كنت موجود مع النادي الأهلي في ألمانيا ما كنتش موجود مع الاهلي ما اعتقدش يعني هتعرف من ايه عرفت من ايه حد حكالك يعني مش كده ما فيش كلام ده فمؤمن ذاكرية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله مؤمن يرجع أحسن من الأول بإذن الله يكون موفق في فترة علاجه تلات أربع شهور ان شاء الله يعود من خلالهم مؤمن ذاكرية لصابق عهده ويبقى أفضل وأفضل تمام من قبل كده تحفظ على التعديل عقد الشدناوي انا بحبش علع الحاجات دي لان دي أمور كلها بدية تخص اللاعب نفسه وتخص النادي الأهلي النادي الأهلي لو شايف ان فيه لعيب استحق التعديل دلوقتي هيعد لنادي الأهلي متأخرش في أي حاجة ولا مسؤولي بتأخروه في أي حاجة خالص بتخص النادي ككل مش فريل أول بس يعني نروح لدستور الأهلي وعسكر بالأسكندرية استعدادة لمواجهة بيرامدز خلاص تكلمنا فيها وتكاليف رباعي الدفاع بإيقاف أنتوي وعبدالله السعيد في الحقيقة بيرامدز عندهم خط هجوم قوي جدا أنتوي إسلام عيسى عبدالله السعيد إيريك تراوري فيه كمان محمد فاروق فيه ناس كتيرة فيه ناس كتيرة في بيرامدز فأكيد بيبقى فيه تكلفات خاصة للدفاع مهام معينة بالتحديد دفاعيا وأكيد فيه مهام هجومية برضو كلها أمور بتخص الجهاز الفني بتخص مستر مارتين لسارتي المدير الفني للنادي الأهلي لكن أنتوي طبعا مهاجم خطير عبدالله السعيد نتمنى نتمنى بإذن لأنه هو يستمر على مستواه مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية مستواه سيئ جدا إن شاء الله يكون بنفس السوق في مبارات الغد لأنه في الحقيقة عبدالله السعيد لعيب كويس جدا إن شاء الله ما يكونش موفق إطلاقا بكرة أمام النادي الأهلي فيه أخبار كمان بيقولولي دلوقتي أن أنتوي عنده أصابة في الظهر واحتمام ما يلحقش مبارات الغد هنشوف الأمور هتمشي إزاي أي أن كان النادي الأهلي مستعد لأي مباراة بأي قايمة من اللعبين اللي هتواجهك النادي الأهلي أكبر من هو يستمع أصابة حدي نروح للشروق أحمد فتحي يستفسر من نسارتي عن أسباب عدم مشاركته مع الأهلي قال لها مستأمن استبعاد ويدرس الرحيل في يناير يعني الموضوع كبير قوي كده طب ما هو قد أحمد فتحي لو هو زعلان طيب وناخدها واحدة واحدة أولا أحمد فتحي لو زعلان هو لسة فترة انتقالات مفتوحة حيطلب من أنه يمشي دلوقتي حستنى اليناير ليه ده رقم واحد رقم اثنين طبيعي جدا أي اللعب ما بيلعبش أساسي بيزعل شوي بيبقى نفسه يلعب ده أي اللعب طبيعي جدا بيبقى كده ده شيء نفروغ من لكن لو معنى كده إن أي واحد حيزعل إنه مش هيلعب أساسي يبقى الفرقة كلها هتمشي لانت وارد أحمد فتحي يلعب أي مباراة ومحمد هنيوعد أو غيره من أي اللعب من اللعب الموجودة في النادي الأهلي في مختلف المراكز الدنيا ما بتبنشيش كده خالص في زعل وارد وشيء بديهي إن يكون فيه زعل إنهما بيلعبش أساسي غيرة نزعل أنا عايز يسميها غيرة نفسه يلعب ويساهم في البطلات والمباراة كعادة أحمد فتحي لكن فيه أزمة لها ما فيش أزمة إطلاقة أحمد فتحي العب محترف جدا وعارف دوره كويس أوي 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 ومهامه إيه وواجباته إيه وبيقديها بالشكل المطلوب وبيتمرم بمنتهى القوة ولو هو كان عايز يمشي قدام الفرصة كان دلوقتي إنه هو يتكلم مع المسؤين ليه حيستنى ليناء فالخبر غريب شوية عندي لسه خبر تاني عايز أعلى عليه بس خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل تعليق على الأخبار يلا بينا نكمل الأخبار على النادي الأهلي في الصحف وسننا للشروق وموضوع أحمد فتحي إنه موضوع مش بالصورة المكتوب بيها الخبر يعني في الحقيقة مفيش أصلا قصة طبيعي إنه أحمد فتحي يكون زعلان عادي إنه هو ملعبش مش عايز يسمي أسماء لعبين لكن أي لعيب ضيران على نفسه وعلى اسمه وعلى اسم ندي بيبقى زعلان وملعبش شيء طبيعي لكن في نفس الوقت مفيش الكلام المكتوب اللعب مستقمن استبعاد ويدرس الرحيل في يناير لو هو بيدرس الرحيل أصلا كان عنده الفرصة دلوقتي إنه هو يتكلم في الموضوع ده تمام لأن لسه فترة انتقالات مفتوح وجهاز الفني يستقر على كيد ندفد وسعد هتلاقي الأسماء مختلفة على موضوع الكيد ده يعني في بعض الجرار يكتب لك ندفد وسعد والبعض الآخر يكتب لك محمد محمود وندفد والبعض الآخر يقول لك سعد ومحمد محمود والناس تقول لك أحمد حمدي وحسين ساق هتلاقي كلام مختلف نروح لروزل يوسف بتقول بشوات لأن فرقتين تقال جدا تمام اللعبين بتوحهم بمبالغ مالية كبيرة دي حقيقة سواء الأهلي أو بيراميدز لأن دي الأهلي عنده لعبين مميزين جدا بيراميدز عنده لعبين مميزين جدا مباراة كاد تكون متكفأة ما بين الاتنين لكن هم كمان كتبين في المتن كتبين الأهلي وبيراميدز معارقة نارية ينتظرها أشاق القرى المصرية غدا عندما يصطدم العملاقان الأهلي وبيراميدز لا استنى هنا ارجعلي يا بيبو بعد إذنك ثاني كده هقرع هقرعك وثاني لأنك بلسان استنى عندك بس استنى ينتظر على شاك الكرى المصرية غدا مباراة الأهلي وبيراميدز عندما يصطدم العملاقان الأهلي وبيراميدز لا في الحقيقة أنا مش أفكر عملاق واحد يعني مواقعيا عملاق واحد اللي في المباراة الأهلي التاريخه هو العملاق لكن تاريخ 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 ما فيش تاريخ لبيراميدز فرقة محترمة إدارتها إدارة محترمة كل الأمور دي أنا ما عنديش مشكلة فيها لعبها كويسة جدا مميزة جدا لكن عملاقان لا عملاقان لو بتتكلم موضوع مبالغ مالية وكلام من دماشي لكن لو بتتكلم تاريخ لا ما فيش وجه مقارن استنى عندك الأهلي العملاق في مصر أنا ممكن أتفهم لما تقول العملاقان على مباراة الأهلي والزمالك نادي الأهلي فريق عملاق أو نادي عملاق نادي الزمالك نادي عملاق طبيعي كوتباي كورا مصرية أتفهم دي جدا اسماعيلي أوكي اتحاد ماشي تاريخي برضو جمارية كبيرة تمام ده لا تفهموا لكن عملاقان أهلي وبيراميدز أخبار الأهلي في المواقع نروح نشوف اليوم السابع الأهلي يتجه إلى الإسكندرية اليوم نخوض مباراة بيراميدز في الكأس فيتو الأهلي يختتم استعدادات واليوم لمواجهة بيراميدز الشروق عصمان رفضنا طلب بيراميدز بتعين حكم أجنبي لمباراة الأهلي يلا كورا جهات جريشا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز الوطن سبورت رسميا 150 فرضا في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر في الجول كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد سوبر كورا اجتماع بين سيد عبد الحفيظ والمستبعدين من الأهلي أعرف السبب هنقول لكم هنقول لكم هنقول لكم هنقول لكم هنعلق بشكل سريع جدا إن شاء الله هاخد طبعا دفي العزيز أستاذ أسامة سقر اليوم السابع الأهلي يتجه إلى اسكندرية لخد مباراة بيراميدز في الكأس زي ما حضرتكم تابعين كده معنا من الأول حلقة إن شاء الله هنالفريق سيخلص وعارفين طبعا متأكدين أنه يخلص تمرينه يسافر إن شاء الله على اسكندرية في مقر الإقامة في برج العرب عشان يستعد في شكل نهائي من خلال محاضرات بقى لأنه يخلص في تمرين محاضرات متتالية من الجهاز الفني اللاعبين تعريف اللاعبين واجباتهم وكل المطالبين في هذه المباراة المطلوب بالنسبة لنا ظاهريا إن الأهل ياخد الكاس كله مش يقسل مباراة دي لكن فيه واجبات أكيد فنية وتكتكية وخططية في الملعب بتخص جهاز الفني هروح للشروق الشروق بتقول إيه عثمان رفضنا طلب بيرامدز بتعيين حكم أجنبي لمباراة الأهلي كابتن سمير محمود عثمان طبعا رئيس لدنة الحكام الجديد بيقول من خلال جاريت أو موقع الشروق إن جالهم طلب من بيرامدز إن يجيبوا حكام أجانب وهو رفض لأنه أكيد عنده خطط معينة إن لازم نطور من حكام المصريين ونتفادى مع حدث الموسم المنقضي بتحديد فوق صورة الدوري بجلب العديد والعديد من الحكام الأجانب وكان شيء في الحياة مؤسف يعني بيأثر بشكل كبير على مستوى التحكيم ثنيا ونفسيا كمان على حكام نفسهم فممكن تكون خطوة مؤازلة في الحياة من كابتن سمير محمود عثمان برفض هذا الطلب من بيرامدز وهو أدرب شغله نروح ليللا كورة بالتالي جهد جريشا هو حكم مباراة الأهلي وبييرامدز وده مكلان أعلان لجنة الحكام على طاقم التحكيم خلينا أقول لكم طاقم التحكيم من كابتن جهد جريشا حكم ساحة هيعونوا كل من هاني عبد الفتاح مساعد أول يوسف البساطي مساعد تاني صبحي العمراوي حكما رابعا طارق سامي حكم إضافي أول محمود ناجي حكم إضافي تاني ده طاقم التحكيم الخاص مباراة الغد الأهلي وبييرامدز نروح للوطن سبورت رسميا 150 فردا في مباراة الأهلي وبييرامدز بكأس مصر جماعة توضيح مهمة أول مش الأهلي اللي بيحدد عدد الجماهير ولا بيرامدز اللي بيحدد عدد الجماهير بهذه المباراة اللي بيحدد العدد اتحاد الكرة المباراة كلها من تنظيم الاتحاد المصري لكرة القدر هو اللي بيقول لاجنة المسابقات برئاسة الحج عامر حسينما اللي بيحدد ويقول لك احنا عايزين عدد أفراد كذا اللي يحضروا هذه المباراة هم حددوا 150 فرد 75 فرد لكل نادي سواء الأهلي أو بيرامدز من المسؤولين طبعا كمجلس إدارة أو إدارة تنفيذية هم اللي يحق اليوم الحضور لهذه المباراة ده توضيح مهم جدا نروح لي في الجول كيف يفكر الأهلي لإغلاق طائمة والموسم الجديد اتكلمنا في الموضوع ده انه في أربع عماكن متوقعين في عدد من الأسماء قدامك بتختار ما بينهم وانا نحركوا الأقرب من سعد وي محمد محمود هما الأقرب لحد دلوقتي لكن لسه فيش قرار رسمي لكن أنا بتكلم من المعطيات اتنين خلاص أربعوا يجهزوا أربعوا يخشوا تدريبات جماعية واتنين طبعا لعبين تقال فأعتقد هما الأقرب ندفد لسه موضوع من الموضوع الإصابة هيروح ألمانيا أنا بس بعيد لحراركوا الكلام تاني عشان نوضح بشكل مفصل كل هذه التاساؤلات السوبر كور برضو ده كلام مهم اجتماع بين سيد عبد الحفيز والمسابعدين من الأهلي يعرف السبب كابتن سيد عبد الحفيز مش مختص إطلاقا بالاجتماع مع المسابعدين هو أكيد بيتكلم مثلا مع البعض لكن الملف كله وإحنا قلنا لحضراتكم مبارح إن الملف اتنقل خلاص لمين لأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وتصويب النادي الأهلي بيسمع للعروض اللي بتيجي لبعض اللاعبين اللي فنيا دلوقتي النادي الأهلي مش محتاجهم بيشوف الأنسب مصلحة النادي الأهلي ومصلحة اللاعب لأن النادي الأهلي بي راعي مصلحة اللاعب ده بكل تأكيد وأكيد مصلحته الأول تمام وبعد كده بيبت في العروض موافقين هكيا سيدي اتفضل اللعب معاك هون المقابل ما دي اتفقنا عليه الأعارة البيع كل دي أموت مطلقة لجنة التعاقدات كابتن سيد عفيز مش مختصة كابتن سيد عفيز قام بدوره بالتنصيق ما بين مستر لسارتي عايزوا ياخد فجرات مثلا فكابتن عفيز نقل الملف خلاص لأمير توفيق فحنشوف بالمناسبة للاعيب للأخر كمان محمد شريفي بالمناسبة ده من دابن اللاعبين 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 مميزين جدا لكن النادي الأهلي مش هيقدر قايد 40-50 لعيب في قايمته طبيعي دي صونة الحياة ان البعض بيرحل والبعض بييجي والبعض بيستمر والأهم في الآخر مصلحة النادي الأهلي إن شاء الله يكون موفق في كل التحديات في الموسم الجديد طيب دي كانت أهم أخبار النادي الأهلي في الصحف عندنا أخبار محلية وأخبار عالمية بس أخدها مع ديفي العزيز أستاذ مينورني ويشرفني الأستاذ أسامة سقرى الناقد الرياضي الكبير يا أستاذ أسامة منورنا ومشرفنا دايما ربنا يخليك ويا رب كده بعد العيد كل سنة والأسرة الإسلامية كلها بخير والمنطقة العربية وبلدنا الطيبة مصر بخير بإذن الله يا رب يا رب دايما إن شاء الله عندنا أخبار كتير جدا هنتكلم فيها سواء محليا أو عالميا وكمان أخبار النادي الأهلي قبل أن نستفيد في هذا الحديث خلينا نروح نستعرض أهم الأخبار المحلية والعالمية يلا بينا بوابت فيتو المدير الفني الجديد للفرعنة ينفرد باختيار جهازه معاون بوابت الوفد شوق غريب يدرس ضمن طاهر لمعسكر المتخب الأولمبي في سبتمبر اليوم السابع اتحاد القرى يطالب الشركة الرعية بتحديد مكان سوبر الأهلي والزمالك الوطن سبورت اتحاد القرى يناقش مع الأمن عودة الجماهير لملاعب الدوري سوبر كورة سمير عصمان يعقد اجتماع لقيادات الحكام القدامى والحاليين لبحث تطوير التحكيم بوابة المصر اليوم المنتخب الوطني الناشئين يلتقي غدا النظير البرتغالي في نصف نهائي بطولة العالم لليد اليوم السابع 300 دولار لكل لاعب مكافئة ناشئي اليد بعد التأهل للمربع الزهبي ضغط الشروق كلوب عن أداء صلاح أمام شيلسي لا يصدق كورا طلب سانجرمان يبعد نمار عن طرشلونة سبورت سري سكستي ممنوع التصوير مع لعبي اليونايتد داخل سياراتهم أس عربي رسميا ساشة انفاضات بين فلامينجو وبالوتيل جول لوكاكو البوندزليجا من أمتع دوريات مستانيين متواصل حضراتكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستجرام توقعاتك لمباراة الأهلي مع بيرامدز بوك رفد دور 16 من بطولة كأس مصر أستاذ أسامة نبتدي بالأخبار المحلية من بقى بالتوفيد وبالتحديد بيكلموا على المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وهذا الملف الشائك والحديث فيه كتير جدا وبيقولون المدير الفني حينفرد باختيارات الجهاز المعاون لتعليق حضرتك على الملف ده بالتحديد أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس عايزين فيه نقطة لازم نستفهمها وتبقى واضحها قدام كويس اللجنة الموجودة حاليا المؤقتة اللي بتدير شؤون اتحاد وقرأ دي لجنة اسمها لجنة تسيير أعمال يا جماعة لازم نفهم بالراحة لجنة تسيير أعمال ينتظر زي اللجنة الأولمبية زي وزارة الشباب وده الكلام ده أنا بقوله على مسئوليتي ومتأكد منه بنسبة مليون في المئة نستنين قرار الفيفا كويس أول ما يزور قرار الفيفا ويحدد مصار اتحاد القرأ في الفترة المقبلة سواء بالسلب أو بالإجاب بمعنى أنه يوفق على تشكيل لجنة زي اتحاد القرأ الطائرة زي اتحاد الجنباز سواء يقول لهم اعملوا انتخابات مجلس جمعية عمومية لاتحاد القرأ عشان تقدروا تاخدوا القرارات الرسمية والسليمة بس العرب ها يكون في لجنة صح أنا أتمنى ذلك لأن وزارة الشباب ورياضة واللجنة الأولمبية في خلاف بسيط حول هذا الأمر مين اللي هيشكل اللجنة وإيه هي اللجنة وإيه شروط اللجنة يعني أنا دلوقتي عند المدير التنفيذي اللي هو العمي السر والسويل لازم يتحطي في الترطاية الجديدة سواء بإجراء انتخابات سواء بتشكيل اللجنة أو المدير التنفيذي يقوم برئاسة لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال اتحاد القرأ طبعا انت دخل على فترة صعبة جدا من مباريات ودية عايز يشكل أجهزة فنية حتى اللجان اللي هو عملها عايز أولاج فيها مشكلة كبيرة الكاملة والشرعية الكاملة هنا تيبقى من خلال الجمعية العمومية أنا أتمنى ان الاتحاد الداودي الفيفا يبعث القرار بدري ويوافق على تشكيل اللجنة اللجنة دي لابد أن يكون فيها المدير التنفيذي للتحدي الكورة والمدير المالي للتحدي الكورة وأشكل الباقية من خلال لجنة وأحسن بقى الملفات المختلفة وانتهي من الأمر إنما اللي أنا بصحة وانم عليه مدير فني مش هتقدر تعمل مدير فني ولا تعلن عن مدير فني حاليا إلا معرف راسي من رجلي طيب هنعلق هنعلق الجزائي دي بس خليمي سريعا أستأذن حضرتك ناخد مدخلة مهمة جدا مع زميل العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي عشان نقول لنا القائمة الخاصة بالفريق المباراة الثد يا شريف أهلا بك من جديد عايزين نعرف آخر الأخبار عندك إيه وفيما نتعلق بقائمة النادي الأهلي هل نقول لك إن الأهلي عملنا منذ قليل القائمة الواحد وعشرين لعب المسافرين إلى برج العرب مبيتة ليلة مباراة طبعا بيرامد بسة منها مساء غاد يمكن الأهلي هيتحرك كمان ربع ساعة من نادي الأهلي في الجزيرة متاجه على طول إلى برج العرب بإذن الله يوصلوا في السلامة هل نقول لك قائمة الواحد وعشرين في حراس المرمى ثلاث فراس طبعا محمد الشيناوي علي لطفي تمام مصطفى شوبيه تمام رامي ربيعة ربيعة ياسر إبراهيم ياسر أيمن أشرف أيمن أشرف علي معلول تمام أحمد فتحي حمد فتحي تمام طالح كمعة السولية السولية حسام عشور محمد هاني حسيني الشحات رمضان صبحي أحمد الشيخ جيل أردو أجايد أزارو صلاح محصي والوافد الجديد أفشا أفشا طبعا الواحد وعشرين لاعب اللي بيرتابه حارة من الأسبوع أماني علشان هيغدروا بعد قليل إلى قرض العرب المجورات فتقدرها منك اللي يتقنى بإذن الله يكون حفوظ النصيب النادي الأهلي غدا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بشكرك يا شريف شكرا جزيلا خليمي أعيد على حضراتكم قيمة النادي الأهلي المكونة من 21 لاعبا استعدادا لمبارات بيراميز غدا إن شاء الله في دور 16 متولة كاس مصر الواحد وعشرين لاعب مين محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير في حراس المرمى رامي ربيعة ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول أحمد فتحي في خط الدفاع في نص الملعب حمدي فتحي صالح جمع عمر السلية حسام عشور محمد هاني حسين الشحات رمضان صبحي أحمد الشيخ جيرالدو وأجاية وفي خط الهجوم أزارو وصلاح محسن والوافد الجديد محمد مدي أفشا في قائمة الواحد وعشرين لهذه المباراة مباراة الغد إن شاء الله المرتقبة وأريد أن أفشا يكون موجود أساسي على الدكة خلال القائمة دي كلها أمور تخص الجهاز الفني لكن هو الصفقة الجديدة الوحيدة يا أستاذ أسامة اللي موجودة في قائمة النادي الأهل غدا تعليق على قائمة الأول قبل ما نكمل أخبارنا المحلية وإلا أن القائمة دي منطقية للغاية منطقية وخاصة إن كل اللي لعبوا في المباراة إطلع بره الأخيرة هم المتواجدين في نفس النظر وإذا كان هاحد استعديل مثلا في حرص المرمى بوجود الشناوي ما كان على لطفي أو ممكن يلعب على لطفي يعني سيان هي يعني شايف إن الاختيارات منطقية وسليمة لأن دي هي المجموعة المتجانسة المتقلقة في الفترة الحالية مع النادي أنا شايف الاختيارات سليمة وكويسة جدا وحاس أن الرجل دوت ابتدى فكره يزيد يزيد من إمكانيات النادي الأهلي ابتدى يتفهم الوضع شوية في النادي الأهلي يتفهم لا ده هو أصبح يتفهم أكثر مما كنا نتوقع وعلى فكرة أن الرجل ده أنا مقتنع به بنزفة كبيرة جدا مدرب كويس صمعه ولو مدرب مش كويس ما كانش إدارة النادي الأهلي تمسكت به إدارة النادي الأهلي يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليها ده إدارة وعية جدا بالضبط وعلى فكر من أحد أسباب فوز الأهلي ببطولة الدوري كانت إدارة النادي الأهلي أكيد مش تقول لي لعيبة مش تقول لي جهاز فني مش تقول لي سياسة تدوير الإصابات لا إدارة بتقدر تصبر على المدير الفني بتقدر تصبر على الجهاز على اللاعبين قد تصدقها للناس في نفسيها لا تحسنش بالقطعة السقات هذه تتحسب بها فين لو أنا بلعف دوري مراكز شباب لو أنا بلعف في أندية ملهاش قوة إنما أنا لازم أكون صابر لآخر اللحظة وعلى فكرة يعني هي قوة الإدارة هنا أنا يعني بالعيزة أقول فيه من أسباب فوز الأهلي ببطولة الدوري نفترض أن الأهلي لما يفوز ببطولة الدوري هل الإدارة كانت هترتعش خلال الفترة الأخيرة عشان تقول نغير أجهزة فنية ونغير لعيبة لا الإدارة نجحت من أول يناير لأن صفقاتنا ما كانتش صفقات صرفية صفقات النادي الأهلي كلها كانت صفقات شتوية في صفقات يناير ولذلك عندك بقى لعيبة مش مستني تتفرج عليها لا ده أنا عارف إمكانياتي عارف حدودي عارف من هيكمل معايا من مش هيكمل أصبحت أنا جاهز فنيا قبل ما أكون جاهز ليقيم فلذلك أنا أقول لا قايمة أنا شايفة محترمة شايف الدخول في مباراة برامجز لأن المباراة صعبة جدا 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 وفوما نتصور ولذلك هيكون المطالب الأهلي بالقايمة بتاعتهم المسافرة النهاردة إن شاء الله وتوصل بسلامة الله إن هي تؤدي ما عليها نبعد عن النتيجة ما نفكرش في النتيجة مش كل مرة نقول أصمة كسبونا مرتين الكلام ده لا ما نفكرش والأهلي ما بيفكرش أنا بيفكر أنك أنت تؤدي معلك ويسيب الباقي للتوفيق ويسيبه ربنا وإن شاء الله تبقى نتيجة مثلا مريحة للنادي الأهلي إن شاء الله وسعيدة الجماهير وبإذن الله بإذن الله هنرجع نتكلم عن نادي الأهلي بتفاصيله وفيما يتعلم من مرات الغد إن شاء الله لكن نكمل أخبارنا المحلية وتعليق حضرتك عليها بالتحديد وتكلمنا على موضوع المدير يفني عندك استكمال للتعليق آه ده أنا عايز أكمل النقطة ده خيرا فأنا عايز أتكلم إن استهدى شوي يا جماعة ما يحدث وإنك بتخترع وتبتكر وبتدي أخبار وتيجي تقول لي مثلا ده أنا قلت من عشرين سنة فاتت إن الكابتن حسن شحطة جاي والكابتن في سام البادر لا ده أنا انفرضت بخبر الكلام ده ليس في الحسابات ما فكروش فيه لسة ده هم عندهم وإنا بقولك كلام ده على مسؤولية للمرة التانية عندهم أكتر من خمس ست أسماء وسبع وتمن أسماء محليين طبعا وطني أنا عايز أقول لك يا لما رئيس الجمهورية تكلم وقالك نعتمد على المدرب الوطني هو كان يعني هو الكلام مقصود به أنت هات المدرب الوطني مثلا في كل الألعاب نا طبعا طبعا عندي ألعاب محتاجة مثلا خبير أجنبي أنت شايفت طفرة بتاعت كرة اليد منتخب الشباب نجح فيها ومنتخب الناشئين بغض النظر عم بقيت النتائج نجح نجحوا لا ده بقى النجاح أنت اللي عايز تتكلم عليه أكتر أنها بقت عندك قعدة ما تفكرش المنتخب الأولاني بقى عندي قعدة النهاردة ناشئين وشباب يقدر يمثلوا في البطولات اللي جاء للمنتخب الأول فلزاك أبقول لك كل دي تكاهنات زي ما فيه تكاهنات بتشكيل لجنة فيه تكاهنات بأجهزة فنية بس يعني نقدر نقول أن النسبة محصورة بين ثلاث مدربين هيجي واحد منهم يعني أقول أقول لك أن الكابتن حسن شهده وكابتن حسام البدري ومحطوط كابتن حسام حسن اللي بقول لك أنه وخرج عشان جماهير الآلي أو جماهير الزمالك هتقف ضده حسام حسن لا دول الثلاث أسماء اللي بيفكروا فيه هم هما دول الثلاث أسماء الأقرب هم هما الثلاث أسماء الأقرب بدليل مين عندك يقدر يدخل مكان الثلاث أدول مع احترامنا كامل لكل مدربين عندنا فيه الكابتن جلال كويس جدا طبعا عندك كابتن عماد النحاس كويس جدا كابتن طلعت يوسف قابليهم هما الاثنين كويس جدا وعندي أكتر من اسم بقنا بقول لك في مثلا احنا بنتكلم عن سيارة ذاتية لتمن تسع مدربين كويس ولكن الاستقرار هيجي مع مين هي دي الفكرة والتوليفة اللي كانوا يفكروا فيه ما كل اللي بيحصل إن لم يجي قول لك النهار لجنة لإدارة اتحاد الكرة مشكلة من كذا قادم هدي أسماء مطروحة بس مين اللي هيجي الحتة التانية هل فيه تدخل هنا من اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب ورياضة في عمل اتحاد الكرة لاختيار الناس اللي جاية لا أنا أتحداك لأنه لا تدخل أنت بتدخل في شأن اتحاد الكرة دي تبقى واشكلا فأنا بقول لك الجهاز أنا بقول لك المرشحين الكبار بنسبة يعني 100% مختارين الكابتن حسن والكابتن حسام والكابتن حسام حسن هي ما دول التلات أسماء اللي هيبقى عليهم الرهام يدخل مثلا الكابتن عماد النحاس الكابتن إهاب جلال مثلا في حالة ان هم يدخلون مدرب عام إنما الاختيارات اللي انت بتسمحها كترة دي وليس لها أي أساس من الصحة لأن مين ياخد القرار لازم بقى ما نشوف القرار لازم أول ما نيجي القرار أو ناخد إحنا القرار الفيفا لو رفضت إن هي تعمل لجنة يبقى أنت هتدخل الانتخابات آخر نوفمبر أو في نوفمبر وبعدين ترجع من الانتخابات في شهر 7 أو 8 اللي جاي بعد الدورة القلومبية فانت حاول هنا أن أنت تعمل لجنة لغاية معادة الانتخابات على طول لقد تعمل لجنة من الانتخابات قبل الدورة القلومبية لأن اتحاد القرار كان لوس تصنق خاص في عملية الانتخابات الحتة الثانية إحنا عندنا أحاجات كثيرة ليش فاضين بقى نحنا نتكلم فيها إنت في الوقت عاية تبدو بطول الدورة أسير أعمال لما أقول لجنة حكام من خلال تسيير أعمال لجنة مسابقات من خلال إنما أنت تقدر تعين مجلس إدارة والقرار يكون معتمد من الاتحاد الدولي الأول ثم من اللجنة الأولمبية المصرية اللي أنا بعتبرها هتكون أقوى هتكون أقوى من وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر وزارة الشباب والرياضة ما تدخلش في اتحاد القرى إلا لو كان فيه مخالفات مالية وإدارية وهيتستوجب مثلا نيابة عامة وتطلع فيها قرارات يستوجب بقى أن هم يتدخلوا ويحدد طيب نروح لمنتخب الأولمبي تحديد كابتن شاوي غريب من بوابة الوافد بيدرس ضم طاهر محمد طاهر المعسكر منتخب الأولمبي في سبتمبر العيب مهم ومميز وأكيد ممكن يكون فيه تفكير لضمه بالإضافة كمال محمد محمود يعود من الأصابة أكيد برضو حيكون إضافة لمنتخب الأولمبي شايف الاستعدادات الخاصة لكابتن شاوي غريب منتخب الأولمبي لأولمبيات توكيو 2020 شايف هاي زيو طبعا البطولة الأفريقية اللي هتكون شهر عشرة في مصر الكابتن شاوي غريب في مأزها جميل جدا لا ده عنده مشاكل جميل جدا لهو عارف يعمل معسكرات ولا هيعرف ولا عارف يحدد موقف اللاعبين اللي بيأخدوا وما بيأخدهمش ومش عارف هيبتدي إمتى وينهي إمتى طبعا المعسكر خارجي ده ما هو ما عندناش اتحاد قرى يا جماعة ياخد ده انت لسه عندك مشاكل ولسه عندك مباريات فرق بتلعب في البطولة العربية فرق بتلعب في البطولة الأفريقية فرق مش عارف هتعد تتلكك على تأجيل مباريات عندك مشاكل جدا طب هو هيعمل ليه طب لما يجي يقولك انا عايز اعمل معسكر قبل التصفيات الأفريقية يا هل انت تتصور المنتقى اللي نقول الجماهير المصرية هتتوقف عنده مصيبة تانية انك تعمل تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد توكيو تخسرها ده تبقى مشكلة ده تبقى فضيحة ده مش مشكلة بس ولا فضيحة ده تبقى كرسة على القرى المصرية الراجل النهار لازم ما هنا لابد تكون من القرارات الجريئة واتمنى ان كل حد في اتحاد القرى يسمعنا في كل اللجان في لجان المسابقات لجان حكم يا جماعة ما تحطوش ودهن كل كل كلمة بتتقال يا جماعة شوفوا شوفوا طريقة الأهل الأهل لما بيتحرك قعد قول واشتم وعمل واتهمني وقول ان الحكام بتساعد أنا بجري فيه اتجاه أنا ما ليش دعوه بأي حد أنا ليه دعوه بنفسي نجاحي هنا انه أنا أنجح في التصور والإعداد بتاعي الكابتن شوق غريب يعني مثلا مع احترامي مع الخبر بقى طاهر محمد طاهر اللي بتجري عليه أندية الأهل والزمالك وبيراملس وبتجري عليه أندية من أوروبا حاليا في التوقيت الحالي ولكن الأهل مش مهتمة طاهر دلوقتي ممكن كان قبل كده لكن دلوقتي وطب ودلوقتي لأ ليه لأ الموضوع مقفول لحد اللحظة مش مقفول طاهر محمد طاهر من النوعية اللي تتمنى لاحتراف الأوروبية متفق مع أحد الشركات الإنجليزية ده الكلام اللي أنا بقولولك على مسؤوليتي برد متفق مع شركة إنجليزية على تسويق لحد يناير اللي جاي الولد عايز ياخد فرصته عايز يبقى محمد صلاح عايز يبقى عايز يبقى كيان كويس محترف محترم كويس بدل المحترفين المعرفين لأي كلام اللي احنا بنشوفهم بلعوه في أي دوريات وقولك محترفين هل أنت النهاردة لو في النادي الأهلي وقالك فرصة إنك تجيب طهر محمد طهر هتسيبه لا لعبه ميز يبقى ما تجيش تقول بقى أن الكابتن يود روس شوء غريب لا الكابتن شوء غريب لا أنت هتاخد طهر محمد طهر وهتاخد محمد محمود لما يشف ولو عندك لعيبة قويسين جدا مستوى أكيد هتاخدهم أنا رهاني في تصفيات أفريقيا لتلعب عندي لرهاني أنه أكسب صح فأنا شايف لا بطهر يبقى مكسب كبير جدا للمنتخب اللهم بيزيزوا أي لعيبة طيب خلينا نروح سريعا اليوم السابعة والتحاد الكرة يطالب الشركة الرائعة بتحديد مكان سوبر الأهلي والزمالك هايبقى في مصر ولا برا مصر يعني هم يعني أنت ما سمعتش الخبر قال لك أن يوم 18 في استاد القاهرة يصطدي في السوبر المصري بنقال وزمالك لا سمعت الخبر ده وعكسه وطيب هنقول بقى أنا مش هعلى على الخبر مش هتعلق سوبر يوم 18 قبل بداية الدورة بيوم وقلت أنه على ملعب استاد القاهرة ودوري يشتغل على استاد القاهرة بس بعد كده طلعوا تصريح أن استاد القاهرة مش عصديه في مبارات السوبر في اتجاه أن المبارات السوبر تبقى أنت النهاردة منكمل أخبار اللي بتسمع أنت يعني قادر تصدق الخبر ده ولا تكذب طب إحنا عايزنا نوضح معلومة حضرتك أنا السوبر المصري خلي بالك كان دايما لازم يعملوا الصوبر المصري بين الأهل والزمالك حتى الأهل كسب الدور يبقى يكسب الكاس الزمالook كسب الدور الأهل لازم يكسب الكاس لأن معنى أن الأهل والزمالك لعبوا صوبر مصري معنى أن فيه تعشا اقتصادية كبيرة جدا فيهم مكاسب مالية كبيرة جدا ألعبوا في الإمارات قبل ألعبوا في السعودية ت Dest يقرر أحب هو الأهل الموضوع مش بيمشي كده برضو يعني لو الأهل مكسبش الدوري لازم يكسب الكاس اشلعب الزمالك لو كسب الدوري لا 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 انا بتكلم في نقطة محددة السوبر المصري لما بيتلعت بين الأهل والزمالك بيبقى كرمت السوبر اعلى انا مش بيتكلم من حتة ان انا بقى هجيب يعني مثلا سموح لو كسب الكاس ايام ياه كان يلعب السوبر بين الأهل وسموح يلعبوه في الإمارات ولا السعودية ولا الكويت ولا في اي دولة تانية كان ممكن ليه لا 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 موسموحه خسر طبما هالأهلي لعب المصري في الإمارات ولعب المصري في الإمارات ونجحت البطولة بس محققتش الأرقام اوكي دي نحية يعني أنا بس لكن برضو بس عشان نوضح للناس عشان كده ممكن يكون في لغة كبير يعني الموضوع مش مش مرتبط ان لازم الأهلي يكسب الكاس والزمالك يكسب الدوري اول عقس لا انا بتكلم في نقطة ان لعب السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك ده هو كمة النجاح وكمة التفكير انما مين يوصل بقى او موصلش دي ايو بس مش بخطط للطريقة دي يعني كي مسئولين مش بيخططوا للموضوع ده مش بيخططوا ان الاهلي يأخذ الدوري زمالك يأخذ الكاس لا ازايها يعني مثلا عايزة يعني أنا معنى كلام ان انا بقول ان الاهلي هيكسب الدوري يبقى الزمالك لازم يكسب الكاس لا انا بقول وجود يعني أنا بقول الاهلي كسب الدوري لا انا بقول لازم اوضح سلام حضرتك عشان ما يتفهمش بطريقة غلط لا 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 انا هنا في قناة الأهلي بتكلم على الأهلي عيوما احنا بنتكلم على الاهلي ما بتكلمش على اي نادي تاني ولا يعنيني نهائيا احنا بنتكلم على الصوبر الصوبر نجاحه بالنسبة لي انا يبقى اهلي وزمالك لعب الصوبر اه دي اللي انا عايز اتكلم عنه لانه دي اللي بيتحقق القيمة التسوئية الجماهيرية الشعبية التواجد والنجاح بيبقى كبير معنى ذلك لو اي فرقة في الدور المقاولين العرب كسب الكاس ما يلعب الصوبر ما بين الاهلي والمقاولين بالزبط بين الزمالك والمقاولين انما الاقيم لنا هو وجود الاهلي والزمالك في الصوبر فعشان تيجي تقولي انهارده الصوبر متحدد يوم اقيم لنا انهو احنا مين يعني احنا كاتحاد كورة كدولة كجماهير عشان تستمتع بمباراة قوية هتحقق كل النجاحات اللي احنا عايزينها يعني انا ليفربول بلعب مع تشيلز تمام هل المباراة دي ما حققتش نجاحات كبيرة لا يا اي مباراة في صوبر الاوروبية هتتنجح هتعمل نجاحات والمباراة الدرع الخيرية لما لعب منشستر سيتي مع ليفربول ده عشان لوحد اتحد انجليزي بتقول طب شمعنا ليفربول لما لعب المباراتين كل الجماهرين المصرية تابعت عشان خاطر مع حمد صلاح طب خلاص يعني انا منكلم من عوامل النجاح لا يعني انا بقول قوة الصوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك نجاحات كتير امتع يعني من وجهت نزك طبعا متعة 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 ماشي نتفق على الحتة لكن في نفس الوقت اي نادي حقله انه ياخد الدوري اي نادي حقله انه ياخد الكاس واي حد ياخد البطولتين يلعب في السوبر موضوع مش مرتبط خاص باهلي والزمالك ده شيء طبيعي يعني نتمنى مثلا السوبر يلعبه مثلا اي ناديين غير الاهلي والزمالك اي حق النجاح لا تسوقية مش شرط طبعا اي نادي في مصر ان تتكلمش لتسوقيا فنيا نريد فنيا نروح لخبر ثاني اي نادي اي اااااااااااااااااااااااا اتحدي الكورة يناقش مع الامن عودة الجامهير للملاعب الدوري ده من الواطر سبورت بتشوف حتمية عودة الجامهير للملاعب ازاي ويعني تعليها خلافة اي نادي اي نادي انه أتكلم في الموضوع ده قرار عودة الجماهير ده قرار سيادة للدولة الدولة هتقول الجماهير ترجع وترجع والجماهير رجعت في كاس الأمم الأفريقية جاهلت في بطولة مباريات أندية خايف ترجع جماهير لا الجماهير دي لازم ترجع وان ما رجعتش احنا بينزل المستوى الفني للمباريات الجماهير دي متعة احنا لسه متكلمين في موضوع الأقل والزمالك على الكيمة التسوئي لابد من رجوع الجماهير عشان يرتفع المستوى لابد من عودة الجماهير لإمتاع الحاوض لابد من عودة الجماهير لامتاعه لابد من عودة الجماهير لامتاعه الجماهير ونجاح الكورة المصرية عشان نقول للناس الكورة المصرية إن شاء الله نتمنى طبعا عودة الجماهير لكن الأمر أكيد متروك للجهات الأمنية في الدولة والمسؤولين هم القضرة ونجاحنا معاهم في كل القراراتهم لكن تمانياتنا كلنا إن الحياة تعود بشكل طبيعي للملاعب المصرية وبإذن الله حيحصل إن شاء الله بإذن الله حيحصل وكل الاحترام والتقدير للقرارات الأمنية بشيء مؤكد نروح لسوبرشكورة سامير عثمان يعقد اجتماع لكبادات الحكام الكدامى والحاليين لبحث تطوير التحكيم شايف إزاي ممكن التحكيم يتطور في الزل لجنة جديدة برئاسة كابتن سامير محمد وصمان والله العظيم أنا شايف أن الرجل ده الظلم ظلم كبير جدا من أول مصادر له قرر أنه يكون رئيس لجنة حكام إنسان محترم جدا وجدع جدا وشخصية محترمة جدا هديله نصيحة صغيرة يا كابتن استمر ما تبصش لحواليك وما تسمعش البودانة كتير وما تزعلش من النقد ومش أي حد يقولك كلمة تزعل منها وتقول وأنا كان قضي وتبرر أي مواقف الاعتماد على الحكام القدامى والحكام الجدد أنا شايف هيكون من أحسن الحاجات بشرط ما حدش يفرض رأيه كله يعني مثلا إيه يقولك دي توصية دي فكرة إزاي تنجح يعني أنا شفت على قناة الأهلي برنامج بيتكلم على دعم الكابتن سامير محمود عصنان وشفتك الحكام بيتكلمه وعايزين إيه أه دول اجتمع معهم وستمع له كويس إنما حط الفكر المحترم لتطوير التحكيم بالذات لأن إحنا علينا قراراته كانت كويسة جدا بمنع الحكام الأجانب خاصة مباراة بكرة اللي بتجمع الأهلي وبرمز لأن برمز كان طلب برضو تحكيم أجانب قال لهم آسف أوعى يا كابتن تجيب حكام أجانب إلا في المباراتين المعروفين الأهلي وزمالك أهلي وزمالك دي عشان ده قرارات إحنا بنقول ده قرارات معروفة في اتحاد القرى في وزارة الشباب ورادة واللجنة الأولمبية المنعن للحزاز هي إنما أنا نزم عيد الصق الحكام الأجانب اللي حضروا مصري بأكتر من 30 طق أصابوا التحكيم المصري عارف اللي بيدربهم بالرصاص بالرصاص حي تمام أنا شايف إن لأ اه اجتامع يا كابتن وخد وخد القرارات المحترمة وشكل لجنتك من ناس زي سمير محمود عثمان وحكمنا على فكرة أقسم بالله حكمنا بخير جداً ومميزين جداً إلا حاجة واحدة ما يتحطوش ودنكوا مع أي كنام بيتقال ركز في شغلك وانجح في شغلك واستمر التحكيم المصري يكون نجح بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أتمنى كل التوفيق للتحكيم المصري تحت قيادة لجنة تحكيمية أو لجنة تحكيم جديدة بتحدي المصري لكرة القدم نروح النادي الأهلي مباراة صعبة مباراة قوية مع بيراميدز مباراة بطولة أنتكساب تسعى إن شاء الله تكمل مشوارك بتشوف المباراة دي زي لا أنا بشوفها من وجهة نظر إن النادي الأهلي بطل الدوري والبطل بتبقى عليه ضغوط كتيرة لأنه كله بيتمنى إن الأهلي يزيد من البطولات ويمر من بيراميدز ركزوا لو جاز الفني واللعبين يركزوا في المباراة ما راجعوش لأي حاجة تانية والناس اللي تقول بيراميدز كسبنا في الدوري 2-1-1-0 بس فكروا في حاجة معينة أنت خسرت الماتشين دول إزاي أيام ما كان عندك بالتمنتاشر لعيب مصاب صح لا أنت جاهز المراضي وفرقتك قويسة بس بحذرك إن بيراميدز أقوى من بيراميدز السابق أنت شاهد كده حضرتك إن بيراميدز فرقته أقوى من بيراميدز بتاع السابق كتير والناس دي لأن بيراميدز المراضي في صفقات المعمولة بالرغم أن هي مش صفقات معروفة قوي أو صفقات بقوة اللعيبة اللي كونوا موجودين عندها لكن اللعيبة عندها إصرار وعندها تركيز إنها لما تلعب قدام من الأهلي تؤدي بشكل جيد وإن فازت على الأهلي هيكون دفعة معنوية قبل بطولة الدول قبل انطلق بطولة الدول لكن لأننا شاهدوا لا الأهلي أحسن وأفضل والرغبات اللي عنده لعبيه وتموحات لعبيه وأمنياتهم أعلى من بيراميدز كتير قوة الانسجام وقوة التألف ما بين اللعبين والقرى اللي بيقدموها والمباريات اللي لعبوها ودي نقطة بقى مهمة جدا إن قوة المباريات اللي لعبها الأهلي تفوق الأعداد بتاع بيراميدز مشكلة بيراميدز إن احنا في الأول قلت لك صفقات الأهلي كلها شتوية متألفين ومتجنسين لا فرقة بيراميدز مش هكون بالقوة دي ولكن الحظر وإن أنا أعبقرة محترمة والعبقرة الأهلي والأداء الجيد أنا بقولك إن شاء الله الأهلي يكسب بيراميدز وفرصه أعلى من بيراميدز كتير ولكن دوت ما نقللش ولا نبخص حق فريق بيراميدز طبعا فريق محترم وفريق قوة فرقة محترمة وفرقة قوة قوية وبعدين معهم ناس محترمين أنا شايف المرة دي ناسهم كلامهم قليل جدا تعلاقاتهم مرتاحة علاقته بالنادي الأهلي بقت قوية فلذلك المبرامج هتبقى فيها التوتر ودي نقطة مهمة جدا والعمل النفسي هيكون هذا والأهلي هيقدم فيها مباراة كويسة والبيراميدز هيقدم مباراة كويسة وإن شاء الله الأحسن يكسب بزلط بس أنا شايف أن الأهلي وكاتبته هتبقى أقوى وأحسن بإذن الله كل الاحترام والتقدير لفريق بيراميدز بمسؤولي الحاليين والصابقين وكل المسؤولين في الحقيقة ونتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة خصوصا أن فريق بيراميدز فريق بيدهم مع عناصر مميزة جدا جدا يا أستاذ أسامة والنادي الأهلي أيضا عنده عناصر أميز وأميز إن شاء الله يقدر يتخطى هذه العقبات تعالى نتوقع التشكيل مع بعض حط تشكيلة مباراة اطلع بره بالكامل في معادة الشناوي يكون مكان عادل يعني بقى محمد الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف ورام الربيع مستكين علي معلول باكليفت محمد هاني بكري لا محمد هاني برضو أنا اللي شايفه قوة وشراصة أحمد فتح أزيد معاه في وجود محمد هاني كمان في وجود محمد هاني في وجود محمد هاني أستفيد من أحمد فتحي في وسط الملعب أصدح لك العفل نص الملعب يلعف وسط الملعب عمر السلية والحمد فتحي بصراحة عمر السلية أحمد فتحي شايفه بيتقلق لا أحمد فتحي أصبح مصمار جديد في فريل كويس ولو تمكن أفشة كمان خلي بالك هيبقى من ضمن العنص الأساسية يا حلوة الألف إيه إنه عنده اللعيب اللي على دكة لحتياطي أقوى من اللعيب فعلا 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 فإحنا ديه بصراحة بصراحة فيه أداء وفيه شكل وبعدين أصبح عندك النهاردة بقت فيه غيرة صح والحمد لله إن ربنا يبقى لعننا عين الأصابة ديه إن شاء الله فهتبقى بإذن الله أنا شايف التشكيل اللي لعبة تطلع بره بالكامل في معادة الشناوي وربما يشارك أحمد فتحي في ود محمد وهو برضه عمر السلية لو شارك طبعا اللعب يتقلق في فترة حياة مع النادي الأحيب شكل كبير وأي حد إذا ما حررتك قلت كده بيكون إضافة للنادي الأحيب أنا أكلم على عمر السلية وممكن يكون صالح جمعة وممكن يكون صالح جمعة طبعا عندنا لسه بقى بقيت التشكيل مين قدام عندك صالح جمعة مثلا؟ وليت سلمان مش موجود في القائمة وليت سلمان مش موجود في القائمة صالح جمعة؟ حسين الشحات؟ أنا أكلم على... رمضان بص رمضان حسين الشحات أظهروا دولا يكون مجموعة تمام تمام مكان صالح جمعة مين بقى؟ أنا قلت صالح جمعة لو ملعبش يكون أحمد فاتح لو السلية ملعبش يكون أحمد فاتح يبقى نفس التشكيلة في الحدود اللي إحنا بنتكلم فيها وليت سلمان لو خرب أنا بتكلم وليت مش موجود وليت سلمان مش موجود لأنا عارف أنه عنده إرهاب لسه راجع من الإصابة لسه راجع من الإصابة بقى له ثلاث تدريبات بس بيشارك تقريبا فمش جاهجي وكان من لعب في الموبرات أطلع بره طيب خلينا نعيد بس القائمة على جمهير النادي الأهلي وأكيد هي معروضة أمامك على الشاشة دلوقتي على اللطفي والشنوي شبير ومصطفى شبير في حراسة المرمى خط الدفاع ربيعة ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول أحمد فاتحي حمدي فاتحي صالح جمعة عمر السلية حسام عشور محمد هاني حسين الشحات رمضان صبحي أحمد الشيخ جيرالدو أجايي أزارو صلاح محسن ومحمد مجد أفشا سريعا قبل مختم يا أستاذ أسامة عايزة أرى تلسط تفاعلات الجماهير الأهلوية توقعتهم لمباراة الغد إن شاء الله أمام بيراميدز في كاسة مصر مستدي بفيسبوك ولاء محمد قالت إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0 محمد أمين قال إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0 أظهروا رمضان صبحي هشام محمود قال الأهلي هيكسب 3-0 هوبا هوبا قال إن شاء الله 3-0 بس مش كاتب اليمين بس إن شاء الله يكون الأهلي هاشم إتش قال 6-1 للأهلي إن شاء الله هاشم مش هكم همسات المطر حد كاتب نفسه كده يعني إن شاء الله 3-0 للأهلي نروح لتويتر سريعا تويتر محمود رضا قال 3-1 للأهلي إن شاء الله أهلاوي أنا قال إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 أبو قيان الأهلاوي زينب السيد قالت إن شاء الله فوز الأهلي بهدف حسين الشحات وإيه أزاره يعني بعض التوقعات يعني معظم أكيد بيتوقع فوز الأهلي دعاء قالت 2-1 للأهلي وإن شاء الله الأهلي يفتتح لتسجيل في هذه الموبرانة أتمنى كل التوفيق للنادي لأهلي توقعات حضرتك لا توقع لا أتمنى سريعا أنا أتمنى الأهلي يفوز تماماً إنما التوقع لأ هذا الشوء والنتيجة يعني 22 لعيب هم اللي هيحسنوا الفوز لأي من الفريق تماماً أنا بشكرك شكراً جزيلاً يا أستاذ أسامة نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد بتواجد حررتك معنا طبعاً خليك أنا متشكر جداً شكراً جزيلاً كان معنا الأستاذ أسامة صقر رئيس القسمة الرياضي بالجمهورية وكلمنا في ملفات محلية كتير وأخبار النادي الأهلي بالتحديد قبل مباراة الغد أمام ترامد إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة يقدر يتخطى هذه العقبة ويكمل مشواره في بطولة الكاس ويحقق البطولة بإذن الله بطولة منتظر لكل الجماهير الأهلوية سادسة مساء فإحنا بكرة أجازة نعود وحلقة جديدة إن شاء الله يوم الحد القادم نبارك فيها بإذن الله بفوز النادي الأهلي على بيرامد في بطولة كاس مصر والتأهل لدور التمانية من هذه البطولة إلى اللقاء